ويه بالتالي وحتى هو قدامكم على الشاشة جانبهم من التدريب الصباحي اللي اشتغل عليه الجهاز الفني مع اللاعبين طبعا مش هتلاقوا كل اللاعيبة في التدريب لان انباركت فيه مباراة نهاردة كان فيه استشفى لللعيبة الاساسية واللعيبة اللي شاركت في جزء من المباراة او اللي ما شاركتش خالص قدامكم ايه في التدريبة الاساسية من النقاط المهمة جدا واللي كن لنا مهتمين عشان نعرف اخبار الفريق ايه عايزة اطمنكم الحمد لله احمد عبدالقادر خيالد عبدالفتاح تم يعني الحمد لله شفاءهم بشكل كبير جدا وجهزين لمباراة سانداونز ايضا كمان عمر السلية الحمد لله النهاردة فيه التدريب اصبح جاهز للمشاركة في المباراة ولكن وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة تمارسل كولر دكتور احمد ابو عبلا النهاردة طمنا على عمر السلية قبل انتهى من البرنامج التأهيلي جاهز للتدريبات الجماعية والمباراة الرسمية كمان دكتور احمد طمنا على احمد عبدالقادر قال تعافى من الاصابة بالجزع في الرباط الداخلي للرجبة وقال كمان خيالد عبدالفتاح اصبح جاهز بعدما تعافى من الاصابة اللي تعرض لها بجزع في الرباط الداخلي ايضا للرجبة فبالتالي احمد عبدالقادر خيالد عبدالفتاح عمر السلية موجودين مع الفريق لو رحنا بقى لجانب اخر من كواليس السفر هتشوفوا بقى اللعيبة كلها في مطار القاهرة كمان موجود حسين الشحات كمان موجود قهربة يمكن اللي خرج من رحلة السفر بنتكلم مثلا محمد فخري محمود ده متولي دول طبعا مصابين ومحمود متولي لسه قدامي حوالي يعني حوالي شهر مثلا على ما يبدأ يعود للتدريبات الجماعية كمان مش موجود في رحلة السفر ايمان اشرف وبرونو سافيو موضوع برونو سافيو ده اكيد الجهاز الفني عايباء ليه توضيح خلال الفترة اللي جاية طيب قدام كواليس لرحلة السفر قدامنا هوبيرتاو آلهو ديانج كمان حمد فتحي العيبة ما كت موجودة في احدى كده القاعات الفي اي بي في صالة السفر علي لطفي قبل التحرك والسفر الى جنوب افريقيا شكرا